ما حكم الاعتماد على الحسابات الفلكية في إثبات دخول الشهر زي شهر رمضان بسم الله الرحمن الرحيم معاكم دكتور أحمد رجل في فيديو جديد العلماء اختلفوا في المسألة دي على ثلاث أقوال قول الأولاني قول الجمهور قالوا ما ينفعشوا إطلاقاً استخدم الحسابات الفلكية في إثبات دخول الشهر وفي بعض القول التاني بعض فقاء الشافعي والملكي واختاروا لعلمة أحمد شاكر قالوا لا ينفع نستخدم الحسابات الفلكية في إثبات الشهر والقول التالت وده القول بقى اللي أخذت بالمحكام العليا في السعودية ورجحه شير بن عصايمين وده الراجح أن نأخذ بالحسابات الفلكية في النفي مش في الإثبات يعني إيه؟ يعني لو الحسابات الفلكية بتقول يا جماعة أنتو عمركم حسابيا ما حشوفوا الهلال اللي لا دي اللي هو بتاع دخول الشهر يبقى احنا مش هنشوف يقينا طب أنا شفت لا غالبا دي أجرام سماوية متشابهة مع الهلال لأن في زحمة في الأجرام السماوية ممكن التلسكوب يتلغبط فنستفيد لأن الحسابات دي دقيقة يا جماعة فنستفيد من الحسابات الفلكية في النفي مدام قالوا مفيش رؤيا يبقى مش هنشوف رؤيا إنما في الإثبات لا لازم نشوف بعينينا أو بالتلسكوب لو قالوا الحسابات الفلكية قالوا هتشوفوا المراضي أو اللي لا دي الهلال ماشي يا حساباتها فلكية بس ما عليش حنتأكد بعينينا وما نثبتش دخول الشهر إلا ما نشوف اللي إيه إن فيه الهلال يبقى الحسابات الفلكية يستخدم على الراجح في النفي ولا تستخدم في الإثبات دعم الفيديو بشير والعيكم وانشرف القناة شوف كل مرة الجيئة والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر